حديث السبع والأربعون عن مقداد المعد يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنساي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن المقدام بالمعد يكرب أبو كريمة رواء عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة واربعين حديثا نزل حمص ومات بها سنة سبع وثمانين من الهجرة وكان عمره إحدى وتسعين سنة رحمه الله تعالى ورضي يعني الحمية رأس الدواء لا شك الحمية رأس الدواء البطن بيت الداء والحمية رأس الدواء هذا ليس بحديث وإن كان مشهورا عند الناس هذا ليس بحديث وإن هذا كلام طبيب من أطباء العرب يقال له الحارثة بن حلزة كان يقول المعدة بطن الداء والحمية رأس الدواء البعض يرويه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم هي حكمة من حكم العرب حكمة من حكم العرب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل بمعي واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء فاختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث ما معنى المؤمن يأكل بمعي والكافر يأكل بسمعتي أمعاء هل معنى أن المؤمن يأكل قليلا والكافر يأكل كثيرا أو له معنى آخر البعض قال معناه أن المؤمن يأكل بمعي واحد أي ليس حريصا على الطعام ويكفيه القليل من الطعام بينما الكافر همه الدنيا هو يعيش بهالدنيا ما يفكر بيوم آخر ولا يؤمن بيوم آخر فكل متعته بهذه الدنيا ولذلك همه الأكل من الدنيا أما المؤمن لا ليس هم له الأكل من الدنيا أكل إلا ما أكل ما فرقته إياه لأنه فكرة في الآخرة فهذا أحسن تفسير قيل في هذا الحديث أن المؤمن يأكل بمعي والكافر يأكل بسبعة أمعاء فضل الإقلال من الطعام تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من خبز بر ثلاثة أيام اتباعا ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز بر يعني خبز العادي خبز القمح ثلاثة ليال ثلاثة ليال اتباعا أو ثلاثة أيام أبدا وكان يربط الحجر على بطني من شدة الجوع وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا ننقد نارا ما في طبخ في البيت لأن ما في شيء يطبخ حتى قال لها عروة ابن أختها قال فما كان طعامكم يا خالة يعني اشتاكلوا قالت الأسودان التمر والماء ومر بنا حديث عائشة لما جاءت هالمرأة ومعها ابنتها ما لقت في البيت كله لا تمرى وحده تمرى وحده في البيت في بيت الرسول وعطتهم إياها بعد فالقصد أن الزهد في الدنيا والتقلل منها أمر مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما وقد أتعبه الجوع فلقيه أبو بكر فقال النبي لأي بكر ما أخرجك يا أبو بكر قال الجوع يا رسول الله فما شايف ما خرج عمر فقال لهم ما أخرجك يا أبو بكر قال والله كلنا ما أخرجنا إلا الجوع فذهبوا إلى أبي طلحة أنصاري فطرقوا عليه الباب لم يجدوه وزوجتها موجودة فأذنت لهم فدخلوا ثم جاء أبو طلحة فقال والله ما في على وجه الأرض بيت فيه ضيوف مثل ضيوفي فوصد الرسول بكر عمر فجاب لهم عذك من نخلة فوضعه بين أيديهم وجاب لهم اللبن ثم ذبح لهم عناقا صخلة صغيرة ذبحها لهم وقدمها لهم فأكلوا فلما أكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأي بكر عمر ثم لا تسألون يوم وإذن عن النعيم ثم أمس أمس البارحة كنت طالع فيديو واحد ذبح خمسين حاشي خمسين تقريبا قعود أو خمسين بعير تقريبا ناقع مادي يا حاشي يعني بعير كبير ما أدري زين وست ميتين خروف أنا يعني الله مستعان شوف أكثره لا يأكل حتى حدثني أحدهم أنا ما رأيت بعيني لكن حدثني أحدهم ويقول شفته شافه فيديو الظهر أو شيء كذي وانيت غرز بحيش رز يحس برمل يوم جاء مر ما مشت ساعة وقفت يوم نزول لكل عيش غرز بالرز هذا التبذير شوف حياته روح صلى الله عليه وسلم شوفوا حياتنا صلى الله تبارك وتعالى السلامة والعافية إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه وهذا فيه النهي عن اتباع الشهوات وإذا قال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقوا نغية أي عذابا من الله تبارك وتعالى